السلام عليكم البنات إن شاء الله تكونوا بخير راحبكم مرة أخرى في القناة وصفتنا اليوم كيك راقي بدون طهي بدون فرن من أروع ما يكون الشكل بخيزون طابل كما تشاهدوا والبناء ولا أروع نتمنى تجربوه أكيد راح يعجبكم ويعجب العائلة التحكم قلكم بقوا معايا للأخير باش شوفوا كامل تفاصيل تحضير كيفية اليوم مشاهدة ممتعة أول حاجة نديرها البنات هي تحضير كريمة شانتيي قدرت هنا كاس على الماء يكون بيان غلاسي بارد نحطوه في المجمد ولا في الثلاجة ونحطوه معاه كاس على بودرة شانتيي نطلحهم مدة خمسة إلى ثماني دقائق حتى نتحصلوا على كريمة متماسكة نحطوها في ونخليها على جهة من جهة أخرى عندي هنا مولا كيك بالحجم العائلي اللي غلفته بالبلاستيك الغذائي باش من بعد يساعدني كي نقلبه عندي بيسكويت من هذا النوعية كاسكويت اللي يكون ناقص حلاوة وشكل التاعه مربع عندي ثاني قهوة طيبة لديها ملعقة كبيرة على سكر فقط وتقدروا تخلوها بدون سكر عندي من جهة كما كنت وجدت معكم كريمة الشانتيية نبدأ هنا في المونتاج ندير هنا لحبات بيسكويتنا نعمسهم في القهوة اللي تكون طيبة ونبدأ نستفيهم في المول بهذا الشكل تحبوا تديروا الشكل اللي راني دائرته ولا تقدروا تديروا حبة فوق حبة يعني تبقى وتزيدوا الكريمة تبقى أخرى والكريمة إلى أخرى حتى تكملوا الكمية أنا درتوا بهذا الشكل بين كل حبة وحبة ندير كمية قليلة كريمة الشانتيية حتى نكمل المول ونكمل البيسكويت يعني جاتني زوج تاع اللي بوات تاع كاسكوت هذا هاد نوعية تاع البيسكويت في هاد التحلية بعد ما نكمل كما راكم تشاهدوا ندير شوية تاع الكريمة هكذا من فوق نسقمها هنا بملعقة ولا بشوكة ولا ينسباتيول بهذا الشكل ومن بعد كيف كيف نغمس الحبات تاع البيسكويت في القهوة ونديرهم هكذا من فوق باش كي نقلبوا تكون هادية القاعدة تاع الكيك تاعنا بعد ما نتحصل على هادا نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونحطوه في التلاجة مدة أربع ساعات على الأقل حتى يتماسك المليح وتتماسك هذه الكريمة إذا كنتوا مقلقين فقط حطوه المدة ساعة أو أقل في المجمد ومن بعد تبدأوا تزيين النهائي في الحقيقة أنا درت الملتعي في المجمد مدة ساعة حتى تمسك لي كما تشاهدوا نحي هاداك بلاستيك الغذائي ونقلبه في سينية أو لا في صحن التقديم حتى يختبوا نقلب البنات ساعة نقلب أريد نقلب هذا الشوك بعد أن نقلب بلاستيك الغذائي ونقوم بلاستيك بلاستيك الغذائي بعد ما غلفت الكيك كما ركم تشاهدو بكريمة الشانتية نجيب هنا الكوكاو إفيلة اللي كنت حمصتو في الفرن أعطيتو هاد اللون الشباب كما كنت شوفوه ونبدأ نعمر أو نغلف في هاداك الكيك بهذا الشكل من بعد ندير دي غوزاس ولا التزيين يكون على حساب الرغبة من فوق نزيين هادوك لغوزاس بالأنصاف تعل الكارز أو لسوريس كونفيت وهذا هو الكيك تانا رهوشت بعد ما نكمل التزيين لبنات نحطوه في التلاجة ونخليه يزيد يتماسك راح يكون الشكل التقطيع التعوب بزاف شباب وهذا هي النتيجة النهائية نقول لكم شكرا لحسني متابعتكم نشكركم على تشتيعكم دائما للقناة نلتقي في كيفية أخرى بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة